السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بخير طلاب العزاء ليلة جمعة مباركة ولا تنسونا بالدعاء رح نكمل على الادفانتيجز اندس ادفانتيجز اوف هامر ميلر الهامر ميلر مثل ما تعرفون انه واحد من الاجهزة المهمة اللي شرحناها سابقا الادفانتيج مالته اول وحدة انه هو كومباكت يعني مو قطع متناثرة وانما هو قطعة كاملة كومباكت كباستي مالته يقدر يستوعب كميات كبيرة وكذلك السايز ريدكشن يطيني من عشرين الى اربعين مايكرو ميتر ميبي اتشيفت هو ممكن ينطي اكثر ممكن ينطيني مية ممكن ينطيني ميتين مايكرو بس هو الحد الادنى يقدر ينطيني الحد عشرين الى اربعين مايكرو ميتر الهامر ميلر must be operated with internal and external classification to produce ultra fine particles يعني شنو يعني اكو مرات يخلون بي double mesh يعني double filter filter اول وفلتر ثاني حتى اقدر احصل على particle size يعني بالحجم اللي اني اريده because the internal and terrestrial forces vary with mass as the inverse cube of diameter يعني انه الطاقة اللي مسلطة راح تتغير مع الكتلة as inverse cube of diameter يعني كل ما الكيوب of diameter العفو كل ما الكيوب of diameter يعني القطر مربع القطر زاد راح internal forces راح تزيد ويا كذلك because the interracial force vary with mass as inverse cube of diameter small particle will with constant velocity impact with much less kinetic energy than large one and the probability that particle less than certain size will fracture decrease رابدلي يعني كل ما اني ازيد الفترة للطحن راح اوصل الى مرحلة انه البرتكل راح تزغر ويصير حجمها كل شي صغير لذلك راح شي صير راح يصير كفاءة الجهاز راح تقل لان هو معتمد بالكامل على عملية الامباكشن طرق فاحنا نرجع للسطر الاول انه الطاقة راح تتغير مع الكتلة والكتلة معبر عنها بمن معبر عنها ب معكوس معكوس المربع القطر مربع القطر هس راح تجي تقول ها شنون هذا الكلام اقول لك يعني كل ما البارتكل تكون اكبر يعني كل ما البارتكل هنا وانا وانا هذا مالتي لا عفو اه كل ما البارتكل تكون اكبر من تجي المطرقة تجي تضربها راح تحتاج طاقة أقل بينما إذا كانت ناعمة وصغيرونة المطرقة هذه حتى تضربها وتكسرها تحتاج طاقة عالية جدا لذلك الطاقة الإنيرجي تتناسب عكسيا مع الديامتر مربع القطر هذا قطر كل ما يصغر القطر كل ما يحتاج طاقة أعلى وتم جربينها مثلا جيبها السفد يوم من الأيام جيب لك شاكوش وأكتلك بذبانة والذبانة خليها واقفة واقفة بالهواء من تجي تضربها راح يسحبها وياه ما بيها قصور ذاتي وظل واقفة بينما إذا تجيب لك خلي نقول فد كتلة أكبر من الذبانة بهواي خلي نقول مثلا قطعة طباشير أو قطعة فحم سلط عليها طاقة نفس الطاقة ردتك تلبيها الذبانة تم ردها مية وصلة تصير المهم إن أدي شين سمول بارتكول والله أنا كو عندي كيرف يمكن أنا بهذه يتغلق بهذا الموضوع أي هذا الكيرف هذا الكيرف إنه البارتكول سايز ريداكشين أو البارتكول سايز إفشينسي بعد فترة راح تبدي تتوقف ليش لأنه يحتاج طاقة على الطاقة اللي موجودة بعد مغير قادرة أن يتكسر البارتكول بهذا الحجم اللي ردنا الآن إن أدي شين سمول بارتكول باسس ثرو سكرين ألماست ألماست أس فاست أس دي أر فورمد ثاس هامر ميلر تن تي يلد ريلا تفلي نارو سايز دستريبيوشي هذا مهم الكلمة إنه الهامر ميلر ينطيني نارو سايز دستريبيوشي ليش شن السبب ينطيني نارو سايز دستريبيوشي لأنه سمول بارتكول بروديوشي دخلني نسميه هنا بروديوشي المتكونة راح تمر ثرو سكرين بمجرد أن تصير بمجرد أن تتكون لذلك راح تنطيني نارو سايز دستريبيوشي واحد من الأدفانتشز الإضافية إنه هو سمبل تونستل أنت أوبريت بسيط تسبيد السرعة أنسكرين كان بي رابد لي تشينج أقدر أبدل الفلاتر بكيفية أسحب فلتر وركب فلتر أسحب فلتر وركب فلتر ثاني أقدر أزيد قوة الدوران أقدر أزيد سرعة الدوران يمي هذي كلها أضافة أنه قلنا نحن سمبل تونستل أند أوبريت وإيزي لي توكلين أند ماي بي أوبريت آز كلوز سيستيم توريديوش دست أند إكسبلوجين هزارد يعني شنو يعني هذا الجهاز ممكن بالكامل عندي آني بالكامل هذا الجهاز اللي هو الهمر ميلر الهمر ميلر اللي هو هذا الاسطوانة وبها تشواكيج بها تشواكيج منه ومنه أقدر أسوي كلوز سيستيم لذلك يصير دست تايت يعني ما يصير بي دست ولا أكو هزارد أوف إكسبلوجين ولا انفجارات ولا غير نيجي هسه على البول ميلر البول ميلر البول ميلر هذا اللي هو هذا شرحناه لكم سابقا واللي شكله ما عرف ليش هاد خاتل هي شي شكله هو عبارة أنا اهم شي أريد أقول لك الشكله هو عبارة عن استوانة جوفاء كبيرة الحجيم تدور حول محورها وهذه الاستوانة مليئة وبطنها ستيل أو بورسلين بول فالبول ميل ميل أو ميلر is an example of comminution method comminution method يعني طريقة للطحن which produces size reduction by both هم امباكشن هم اتريشن both امباكشن and اتريشن بول ميلر consist of هولو سلندر استوانة فارغة mounted such that it can be rotated on its horizontal longitudinal axis يعني شنو من استوانة فارغة خلني قول مرتبة بحيث انه تدور حول محورها الافقي حول محورها الافقي سلندر دايمتر can be greater than 3 meter يعني هذا الديامتر مالتها ممكن يكون 3 متر although much smaller sizes are used pharmaceutically يعني ممكن احنا نوصل لتحد 3 متر اقل من 3 متر اكو ولا ماكو جواب نعم اكو المهم هذا بالله حتشنانكم ايه هذا الميلر is partially filled with balls كرات of steel اولا or people's حصا نين او بورسلان هنه ذنه grinding medium حسا تقول بالبول ميلر شنه هي لgrinding medium شنه هو لgrinding medium بالبول ميلر تقول البول والبي والبورسلان هذ most ball ميلر utilize in pharmacy are batch operated اغلب هين واكثر هين اللي موجودات هنه شميهن انه يشتغل باي batch operation بس هل انه فقط batch operation لا اكو هسا تطوير والفترة الاخيرة بدأ ينزل من عنده continuous بدأ من عنده فاحنا هسا شنقول هل انه هو batch operated لو continuous هو الاغلب الاعام هو batch continue لكن continuous موجود ولا لا موجود شلون الفت التغذية مالته which are fed يغذى through a hollow tronian at one end من جهة رح يطب من جهة رح تطل fed تغذية تغذية شنو يعني المواد ري نطحنها from one end with the product discharge رح يطلع منا بعد هنا ذن هو ويدور يدور ذن يتكسر الحصة وproduct discharge from another tronian بال opposite side يعني tronian يعني معناها فد حزام ناقل وسط ناقل هاي هاي شايفين هاي شايفين الاحزمة اللي تيجي عليه الاحزمة الناقلة وفد طريقة ناقلة المهم بما 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 الكرات اللي هاي مهمة بالميد وال الطحن فلذلك راح الدور حول نفسها and cascade تتساقط تسقط أو تتساقط over one and another يعني تدعب الوحدة فوق الثانية راح ينطيني attrition action بس هذا attrition action مو هو هذا الهدف ما راح يطيني اللي اريده as the speed is increased كل ما زيد السرعة the ball are carried up the sides of mill and fall the balls are carried up the sides خللي نقراها هايش يعني ما جايب نقبارات اليوم شوية متورط حقيقة جاي سجل المحاضرة ونظاراتي مع القراءة ما موجودة فجاي واجه مشكلة بال بالقراءة as the speed is increased هسا إذا الspeed بطيء راح يصير cascading تدعبل والدور وتدعبل وcascading over the another ذن البولز راح ينطيني attrition من زيد السرعة البولز هذي الكرات are carried up the side of the mall and fall freely راح تسقط onto material على المaterial with impact action هالمرة راح تنطيني impact لذلك أنه البول ميلر شبي بكمباينت attrition زائدا impact يشتغل بهن بهن اثنين بس يمتى يشتغل بهن attrition impact سوية شوكت ما صار عندي شوكت ما صار عندي سرعة مناسبة لأنه قل من هاي السرعة المناسبة يشتغل بس attrition شاهدنا هالمرة الباكشن لذلك شنو أهم the greatest important factor in operating the ball ميلر it's the speed of rotation speed of rotation هو أهم واحد انا مشروح هنا عندي بهذا السلايد بطريقة أفضل خلي نجيها effect of speed of rotation at low angular velocity سرعة زاوية the ball move at the bottom due to gravity force اللي هو وين هاد هاد بسرعة بطيئة راح يكون على bottom at high angular velocity the ball are thrown to the mill wall by centrifugal force and no size reduction occur هاد بوين بالسرعة العالية راح اثرون الرمي at about two third يعني اثنين على ثلاثة of the critical angular velocity يعني شنو critical angular velocity يعني قوة السرعة اللازمة لتنفيذ قوة طرد مركزي هو هذا critical angular velocity راح شي صير يعني critical angular velocity اللي تنطيني هاي الحالة انه الحالة انه راح تلتسق بالجوانب بقوة الطرد المركزي اثنين على ثلاثة من هاي السرعة راح ينطيني اتباو تنون cascading where the centrifuge a cascading action is produced شنو هو ال cascading هو هذا انه البارتكل تصعد الاعلى وتبدي تتساقط هاي 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 cascading bolts are lifted on the rising side of the drum ترفع بالجهة المرتفعة until their dynamic angle of repose is exceed يعني الحد ما توصل فوق dynamic angle of repose بدي تساقط at this point they fall تسقط or roll back to the base راح تسقط drum and cascade across the diameter of the mill خلي اشرح لكم اياها شوية وين هذل شوفوا بابا هذا عندي البول ميلر بالسرعة البطيئة راح يترسبن بالاسفل بالسرعة العالية جدا راح يكون بالسنتر في وج على الجدار بسبب قوة الطرد المركزي بالسرعة الوسط ما بيناتني اللي قلنا هنه اثنين على ثلاثة من هاي السرعة من هاي السرعة اثنين على ثلاثة من هاي السرعة شوين راح يصير انه تصعد توصل مرحلة بالاعلى بعد ما تقدر تكمل تبدي تتساقط من تتساقط تنطيني اليمباكشن هنا اكو طحن لو لا هنا نعم اكو طحن بس هو اللي اريده بس هو ما اريده بهاي السنتر فيوغر اكو طحن نهائيا ما اكو طحن لانك تلزك بهاي الحالة راح يصير كومبايند اترشن اترشن اند امباكشن هذا ما مطلوب انك الحفظة بس اريدك تشوفه تشوفي العين تشوف انه particle size انخفاض particle size way at time شلون جا يصير خليني نجي نباوع عندي اذا كان عندي مثلا سرعة 200 بالاخضر تشوف بالسرعة 200 ينطيني particle size كلش قليلة حفو ينطيني particle size خشنة بسرعة 200 بالسرعة 350 وعدي سرعة 400 بالسرعة 400 يطيني انعم بالسرعة 350 اللي هي اقل من 400 يطيني بعد انعم هذه السرعة هي الاهم الان هذا الكيرب لازم تسوي بالمعمل لكل جهاز ولكل مادة حتى اقدر اعرف بالضبط السرعة الزاوية لكل مادة مو كل المواد انا اقدر استخدم لها نفس السرعة الزاوية لو انما لا سرعة مختلفة واعتمادا على حجم البول هاي مو مثل ما يقولون محل اهتمامكم بس يعني اشقد الحجم مالة الجهاز اشقد القطر مالة البول اش كبرها اش زغرها بورسلين حصوات شنو هن البي هالمريت لازم يسوي له معايرة المهم هذا قسنا اجمالا وعموما اجمالا وعموما الـ 30 ربي ام هو السرعة المناسبة حتى ينطيني افضل طحن هذا اجمالا وعموما هذا اعتقد يعني شرحت الكومية عدة صور هن كلهن كلهن واضحات هذا السلايد للاطلاع ما نتوقع في اما خليني اجي هسا على الادبانتيجز ودس بول ملا وان اتس يستخدم ام عموما الضحة وسعر ملنج هذ Laz يستخدم يعني نعم ورح نجيها بعدين شن الويت وشن الدراي بعد يستخدم يستخدم فور باتش وفور كونتينيوص اذا واحد يقول لك فور باتش قلنا نعم فور كونتينيوص نعم فور باتش قلنا نعم فور كونتينيوص قلنا لا بعد المواد المنفجرة مواد غير المستقرة المواد المنفجرة راح شنسويها نخليها بفد أتموسفير شنو معنى أتموسفير يعني جو أتموسفير هستم من يقولون الأتموسفير ما للكرة الأرضية أتموسفير معناها هو جو فإحنا أي مكان أتموسفير مثلا فالأتموسفير ما للجهاز راح نخليه يعني خلني نقول مو ما نقول ملحوم وإنما خلني نقول ما تحضرني الكلمة لكن هو يعني لا يدخل ولا شيء ولا يطلع شيء بذلك أنا إش راح أحصل راح أحصل على grinding ويرثing satisfactory ground أو airthing يعني بذلك أكون متطمن أنه ما راح يصير لا عندي الفجار ولا يصير عندي انستابل لغني انستابلتي for انستابل سبوستانسي البول ميلر ما يبي استيراليز أعقم البول ميلر وبعد وارجع مرة ثانية سوي إلى سيلنك يعني خليه منيع ما أقول لحمة منيع يعني لا يطلب لشيء ولا يطلع من نشيء for sterile milling element for production of ophthalmic unparanthral product بعد من أدوانتج ما أنت خلي ببالك أنت تجيك نقاط لعفو تجيك بالامتحان يجيك multiple choices يعني ما يجيك حفظ فأنت تكون ذني ما تحفظ وإنما أنت تكون تفهم أنه هذا الجهاز هو يشتغل باتش وكونتينيوس يشتغل ويت ودراي ممكن أخلي به انستابل سبوستانسي ما عندي مشكلة ممكن أقدر أسوي به ممكن أقدر أسوي به ممكن أدوانتج ما عندي مشكلة بشريطة أنه سوي له ceiling وgrounding بالستراليزيش أقدر أعقمه واستخدم المواد المعقمة بي بعد من أدوانتج مالته installation تنصيبة operation تشغيلة labor cost كل فتن إنتاج كلها are low ليش لأنه انتاجيتها جداً عالية finally the ball miller is unsurpassed يعني unsurpassed يعني هو أحسن واحد أنا استخدمت هذه الكلمة وبقيتها لأنها كلمة الكتاب it's the best one for fine grinding of hard and abrasive material يا هي مادة قوية والأبراسف material كلهم ذني الأفضل واحد إلهم هو البول ميلر نجي إلى جهاز هو تقريباً آخر واحد إحنا أخذناه هو fluid energy ميلر وfluid energy ميلر هذا هو شكله هو عبارة عن hollow cylinder هذا ال hollow cylinder راح يكون بي هذا ال hollow cylinder راح يكون بي مكانات لدفع الهواء هواء بها دفع هو هذا اللي يخلي البارتكل تصطدم واحدة بالثانية واحدة على الجدار الحد ما تبدي تنطح فالfluid energy ميلر ونحنا إيه هذا وصلنا هنا ميلر أو ما يسمى بالمايكرون آيزر لأنه هذا تقريباً الوحيل اللي ينطيني البارتكل نعمة جداً تصل إلى واحد مايكرون ويجوز دون الواحد مايكرون وقلنا لكم بالمحاضرة على أنه هذا الجهاز برات يحتاج لبري ميلنج يعني يكون ميلنج سابق واحد من الأجهزة بالهمر بالكتر بالبول ميلر يلا أودي على المايكرونايزر لأن هذا الجهاز مزعد جداً ومشاكله هواء بس مضطرين عليه المهم المايكرونايزر اللي يتحدثون عنه مايقولون اللي يقولون اللي يقولون اللي يكرونايزر أنت تعرف أنه هو شنو اللي يتحدثون تعلق عن تنقل أتهاي فيلوسيتي باي اير اور ستيم لو بالهو لو بالبخار which is passed through نوزل نوزل نعرفون كلمة نوزل هو نوزل نفسه at a pressure of 100 to 150 pound per square inch لو بالبخار the violent turbulence turbulence الدوامات العنيفة the violent turbulence of the air and the steam reduces the particle size chiefly by interparticle attrition air is usually used because most pharmaceutical have low melting point or thermolabial إذن هو hollow cylinder بينوزلات تدفع هو أو بخار ماء steam لكن إحنا شنو استخداماتنا أكثر يستخدم هو ما يستخدم الsteem ليش لأن most pharmaceutical ingredient أو substances هي low melting point أو يعني ما تحمل حرارة عالية أو thermolabial as the compressed air expand at the orifice the cooling effect counter act the heat generated by milling هذا يولد حرارة يولد حرارة هذا الجهاز يولد حرارة عالي لكن بسبب expansion اللي قاعد يصير بال بالنوزل لأنه مودة يضغطوا النوزل النوزل بيضغط عالي يصير expansion يصير نزول بدرجة الحرارة لذلك في بعض الأحيان يعتمدون عليه بالتبريد ال يشتغل باي امباكشن ان اتريشن تخلي ببالك يعني باي امباكشن ان اتريشن هذا ميلر ميكرو نيزر ميكرو 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 ميليمتر 20 ميليمتر يعني سنتيمين 200 ميليمتر يعني 20 سنتيم depending on the height of the loop which may be up to 2 meter a fluid usually air has injected nozzle the high velocity of air gives rise to zones of turbulence into the solid particle are fed يعني solid particle نوديها علي ونخليها تنطحن خلال هذه تنطحن 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 الآن هذني هذني هنا machine related factor اولا chamber geometry وبعد number and angle of nozzle خلن نرجع على الصورة تعال هنا مرات يصير شكلة بهذه الطريقة مرات يصير شكلة بهذه الطريقة مرات يصير بعمق يعني للداخل يدخل لي شي ما قدر رسمي وهذا ما يسمى بالجيومتري يعني هندستة اضافة انه انه اين اكو زونات ما turbulence شلون انا مرتب النوزلات تحط نوزلات هنا يحط نوزلات مرات يحط نوزل هنا مرات يحط نوزل عكس النوزل حتى يصير ينظني هذا خطية واحد يشو مرعة ثاني او يصير نوزل against the plate فالمهم ارجع مرة ثانية شاقول اهم شنو العوامل المؤثرة ب اللي هي related اللي هي machine related machine related factors are grinding chamber geometry واحد اثنين number and angle of نوزل number and angle of نوزل طيب الان هذا الجهاز اشقد قلنا عليه بسيط يعني هسن من تجي تباوعة تلقى انه بسيط يعني ما بي ما بي تأقيد بسيط جدا يعني عبارة عن تيوب والتيوب مخلين بي نوزلات لازم ناخذ بنظر الاعتبار انه ذني النوزلات يريد انهوى والهوى منين لازم يعني لازم اكو وسيلة لضغط الهواء او لضغط الاستيم فاشصار عندي لازم اخلي بالي هذا الموضوع ثانيا اخلي بالي انه هذا الجهاز يطلع دست ويطلع دست بكثافة عالية جدا يعني فانشي استثنائي طلع دست فمن يطلع دست بكثافة عالية لازم اكو عندي دست كولكتر فاشاقول عندما نختار هذا الجهاز يعني لازم يخلي تكلفة فلويد انرجي and دست كولكتشن اكو مست بي كونسدر ان ادشن ت كو ملا يعني لازم يخلي بنظر الاعتبار تكلفة شنو تكلفة المحرك الدافع اللي ينطي هو وال الفلاتر لان هاي الفلاتر تنسد بسرعة وغالية وانا ما مسمح لي ان الدست يطلع لي برا ومو بس ما مسموح لي انا ما ريد يطلع لان هي ما تدفع على هاي ما سوف عليه بفلوس طيب خلي نباو على هذا هسا سريعا مرات الفلود انيرجي ملر تكنيك يعني مو تيربولن زون مو هاي تيربولن زون مثل هذي وانما لا تبدل انه هوريزنتلي افقي افوست ايرجيت يعني دافعات للهواء افقية واحدة عكس الثانية يعني اكو جيت منا ينفخ هوا وجيت منا ينفخ هوا خلي اخذ وين هنا ال اللي اريد هي يلا اللي تنطحن راح يجيها مصدر هواء من الجانب مصدر هواء من الجانب الاخر رضا الوحدة تصطدم بالثانية رتلون لكم بس شو ما جاي ياخد التلوين ما عرف ليش عموما نجي حالة ب single air jet is used يعني اكو دفع هوا واحد من جهة وحدة ويصير اكو قدام بلاية تحديدية حديد فش يصير single air jet is used to feed particle directly onto target plate راح يرمي الهواء العالي يخليه وين يصطدم يصطدم ببلاية تحديدية ضخمة راح يصي ادي الى impaction ويكسرها شو تشوفوا هذا عملي هذا عملي اثبت عدم عملية الاحسن منه منه ال fluid energy من الاحسن منه كون بس بس لازم نطلع عليه نجه السل ال advantages and disadvantages صارت المسألة واضحة powders with all particles below a few micrometer may be quickly produced by this method يعني الطين يفتشي ناعم جدا بحدود few micrometer او اقل لكن الدس advantage مالتا هو high capital and running cost may be not be so serious in pharmaceutical industry because the high value of material which are often produced صحيح على الدس advantage انه تكلفة مالتا والشراء والتنصيب كل غالي لكن نخلي بنظر الاعتبار انه حتى لو كان غالي الاستخدامات الكثيرة تخلي انه هو مهم جدا لعمل مالتنا اي اضافة اكو drawback اكو drawback يعني معناها هننقول يعني واحدة من الاشياء المانعة للاستخدام او المعطلة او ما ادري ما تحضرني الان this time is the potential for build up of compressed product in the mill يعني انا مو ان مخلي product واضغط هو احقاني اصلا معتمد بالتكسير والطحن مالتا يعتمد بالكامل على كون اكو اكو violent turbulence يعني اكو دوامات عنيفة يعني اكو لازم مساحة لازم عدها مساحة تتحرك حتى حتى تروح تعجيل وسرعة وتضع فاذا كانت اكو مواد مضغوطة يعني اكو build up build up of compressed product راح الجهاز شبه يتوقف بعد ما يسير بشو this can affect multiple particle size by changing the open volume in the mill تقليل الحجم الفارغ or open area المساحة الخالية in the classifier especially if the classifier vans or gas nozzles become plugged or blocked يذا حاصة اذا كانت المراوح او النوزلات او المفرغات اللي راح تنسد واحتمالية تنسداد بها كبيرة انا احكي لك انه هذا الجهاز يراد لتنظيف شوه يوميا يوميا يتنظف الفلاتر مالتا ولا ما يشتغل يعني الهنا تشوف بسبب الدست و راح يأدي الى ضغط عالي بداخله والمواد تتراكم بداخله يتوقف الطحن بعد مالتا تماما هذا للاطلاع للاطلاع الاطلاع لا يوجد داعي شرح الآن راح هنطيكم بالتسجيل الجاي ان شاء الله الفاكتور انفلونسين بارتكل سايز ردكشن ترجمة نانسي قنقر